المولودية تشكو شبيبة لدى لجنة المنازعات لا تكون مربوح لا تشفي اللاعب حرق اللي مضاف شبيبة القبائل عنده واحد دي سوما واللي صرعت عليه لولا واللي يعلاجه له ياريشان مضاف ليلة كاملة في السيلولا وزيد ومتابع قضائيا ويريسكي عام حبس لجل الحكاية على اللعب حرق المولودية قدمت بلجنة لدى لجنة المنازعات بشكو ضد فريق شبيبة القبائل لمضال اللعب اللعب هذا مازال مرتبط بعقد حتى جوان 2022 مع المولودية دقا كسكي باس باسي لكن هاد ملف اللي تقدبت به المولودية صحيح حاجة اللولا رح يبلوكيو هذا اللعب لانتقال إلى شبيبة القبائل هذا حاجة اللولا حاجة التانية خلفيات هذه التداعيات هذا القرار بمضاع اللعب كل جوال اللي سو كونترا افكا نوت كلاب تداعيات تتاعه يكون وخيم على شبيبة القبائل إذا تم تطبيق القانون لحذافيره وكان دوكاتيك لجنة المنازعات تقبل الطعن اللي تقدمت به المولودية هذا راح يأثر على استقدامات الفريق تا الشبيبة القريب المستقبل القريب ريسك الشبيبة ريسكي دي سانكشون عقوبات أو هذه العقوبات تنجم لجنة المنازعات توقف الشبيبة على انتداب أي لعب لمدة معينة هذا لك صحيح واللعب سوف يقصى أوتوماتيكم ما راح يلعب مينمو ما شرب سيمون هذا ما شربوا القانون لك لن نقول القانون لن نقول داخلين بالأول بيو السيا لن نقول الوال باقمو باقمو ما تتلوش الوطوريزاشن و ترفض طعن اللي تقدمت به المولودية اللعب دام ما راح شي لما شرب القبائل هذه هي خرطي هلا اشبار دائما دائما يلعب من تهرون ما لا تتعفون ما ما تتعفون شنزل من بيرو فيديو وحتى للمومن هذا جهو وردان لا يمكن لأتخل الانياه مراجي السياسي السلام عليكم